سلام عليكم ازايكم الحقيقة فيه تطورات كتيرة جدا طالعة من تركيا والتطورات دي خطيرة جدا على الشعب التركي نفسه خاصة بعد ورود انباء ان اردوغان مصاب بالسرطان والراجل يعني حالته الصحية مش قد كده فالاوضاع في تركيا مش مستقرة بس لازم تعرف ان الكام يوم اللي فاتوا دول شاهدوا تفوق اردوغان عالغرب يعني اردوغان خاد كل اللي هو عاوزه من غرب وانتصر انتصار صاحب والدليل الدليل اللي حوله لك ده قصة كل الان تبتدي ان اردوغان عجبوا جدا مشروع الاف خمسة وتلاتين لما امريكا اعلنت انها شغالة على الطيارة اللي هي تعتبر الاحدث في العالم والاقوى في العالم والحقيقة ان اردوغان راح ساهم بمبلغ مليار وربعمائة مليون دولار في تطوير الاف خمسة وتلاتين لحد ما توصل لهي عليه دلوقتي الحقيقة ان اردوغان كان شارت على الامريكان ان هو مقابل الفلوس دي اول ما الطيارة تكتمل حيشتري منهم مية طيارة اف خمسة وتلاتين بس حقيقة اردوغان ما استناش وعمل حلقة غريبة جدا جدا راح اشترى اه نظام دفاع جوي الاس ربعمية من روسيا في حلقة مفيش حد فهمها بص مفيش تحليل منطقي خالص كل التحليلات اه تكهنات اه اراء انما الواقع محدش عارف يوصل له ليه اردوغان خد القرار ده في حين ان دونالد ترامب يعني صديق مقرب من اردوغان يعني انا لم تهيالي اكتر حد في امريكا واكتر رئيس امريكي يدافع عن اردوغان هو دونالد ترامب في عصره او في عهده اردوغان كانت قرار ان هو يروح يشتري الاس ربعمية من روسيا والحقيقة كان اكتر تحليل وواقعي للوضع ده او ليه اردوغان راح يشتري الاس ربعمية هو كان القاتي ان هو كان شايف ان الغرب كان له دور في الانقلاب اللي تم عليه وكان شايف ان الغرب هيجي يوم من الايام ويحاول يعمل عملية انقلاب اخرى عليه فهو حب ان هو يشتري نظام دفاع جوي روسي يقدر يسقط الطيرات الغربية او الامريكية حتى اللي بتعمل داخل القسطول التركية ده تحليل انت عاوز تقتنع به ما تقتنعش به بس ده تحليل انا شايفه الاقرب للواقع والدليل ان هو ما اشتريش عدد بطرات ضخمة اشتري عدد بطرات مش كتير عشان يخليهم يعملوا داخل عاصمة والاكتر ان هو اصلا ما نشرهمش على الحدود ده بخليهم في المخازن يعني الرجل الشارع الاسرب عمية خلاها في المخازن تحسبا لأي عملية انقلاب حتقوم ضده في المستقبل ده تحليل ومش مني على فكرة ده من مقال فالحقيقة ان الحركة دي ان هو يروح يشتري الاسرب عمية قلبت عليه للغرب والامريكي من شكل كبير ويبقعت عليه المفروض عقوبة قادسة او قانون قادسة قانون قادسة بينوس عليه قانون قادسة ده وقع علي روسيا اي سلاح هتشأتي من روس حيتم منعك من الاستحواذ علي اي سلاح امريكي أو غربي تشوف امريكي او اوربي حتى ليه ان امريكا نفسها ليش حتباع لك اسلاحك стало أولا ثاني حاجة الاسلحة الاوروبية داخل فيها مكونات brochure فحتى الدولة اللي عاوزة تباعك اسلاحك امريكا ممكن توقفلك الصفقة دي فالأمريكان استحلفوا الأردوغان وقالوا طب يعني لو انت شفت اي اسلاحة جربية او اي صفقة اسلاحة جربية بعدها اكلمنا يعني الجريبة ان الأردوغان مكتفاش بالأسر بعمية خالص تأيام دونالد ترامب صعد اكتر في ملف شرق ابحان طاصل كان بياخد للاخر الراجل مكتفاش كان بياخد للاخر هل مثلا دونالد ترامب كان بيحميه لدرجة تخليه يعمل كده؟ ما تعرفش بس حيه ان اردوغان اول ما ماشي دونالد ترامب سياسته تعدلت تماما ابتدى يتقرب من مصر ابتدى يتقرب من الخليج ابتدى ان هو يبعد شوية عن الغرب حس ان فرنسا ضده بشكل كبير اللي تحل الوروبي مش طائقه اصلا خلاص بقى فيه اقتراب لمواجهة عسكرية في اي وقت في اي وقت وابتدى ان هو يكره جو بايدن بشكل كبير وهو طلع اصرح قال على فكرة انا اتعملت مع اوباما اتعملت مع دونالد ترامب حتى اتعملت مع بوش كل الادارات دي كانت احسن بكتير من اني اتعامل مع جو بايدن جو بايدن مش عارف اتعمل معي وكان اخر صدام ان هو راح اجتماع الجامعية العامة لام والتحدة وحاول ان هو يقابل جو بايدن وجو بايدن موافقش ان هو يقابله او ما نجحش اردوغان ان هو يرتب لقاء معاه فرجع بقى يعني طلع في الاعلام بهدل جو بايدن الحقيقة ان بعد الموقف ده اردوغان صعد ضد الغرب مش اتلم لأ ده صعد ضد الغرب يحط الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من جديد في ضيافة نظيره الروسي بلاديمير بوتين تنتقل اصوات المدافع وهدير الطائرات الى سوتي حيث سيلتقي الرجلان في قمة بلا طرف ثالث لا دوليا ولا حتى مسؤولين من الدولتين فقد اعتاد على الجلوس مفردين في الحالات المعقدة بالاستناد الى براجماتية الطرفين في تجاوز المطبات وتبادل المصالح واعد معاه واعدوا يتكلموا واتكلموا هناك على صفقات كتيرة جدا صناعة مواطين الطائرات صناعة مشتركة عسكرية ودفاعية كل ما يسمح لتحويل الجيش التركي من الاعتماد على الاسلحة الغربية ان هو يعتمد على الاسلحة الروسية صرف فده كان حيبقى اختراق كبير جدا الغرب كان ملقلق منه او متخوف منه جدا ليه؟ هلي بالك تركيا عندها قاعدة انجرليج قاعدة انجرليج دي ممكن تستخدم في اي مواجهة ضد ايران اي مواجهة هتحصل قدام ايران مش هيتم استخدام القاعدة الخليج فقط لا قاعدة انجرليج دي حيوية جدا للغرب مينفعش يخسروا تركيا تركيا جيش عظيم داخل النيتو مش مستهل ان هم يبيعوه للروس فالحية ان ادارت جو بايدن في مفاجأة غريبة ومن العيار الثقيل وفقت على طلبات اردوغان اللي هي ايه بقى اردوغان جي في 7 اكتوبر عرض على الامريكان يعني شوف قبل اللقاء بتاع بوتين عرض على الامريكان قال لهم انا عاوز اربعين طيارة اف ستاشر اس او البلوك اتنين وسبعين بلوك اتنين وسبعين ده متقدم جدا اخر دولة حصلت عليكة اندونيسيا بلوك اتنين وسبعين ده متطور جدا جدا يعني ده الاحدث داخل اف ستاشر فالامريكان ما ردوش ما كانوش ردو على الرغبة دي وحصل الاجتماع بين اردوغان وبوتين الحقيقة ان اردوغان كان له تصريح كبير جدا قال لهم انا عاوز فلوسي اللي هي مليار وربعمائة مليون دولار اللي انا سهمت بها بالأف 35 انا عاوزها يعني انتمش عارزين تبعوا لي اسلحة انا عاوز بقى الفلوس بتاعتي لحد دلوقتي ما خدقش الجريبة ان جو بايدن والقدارة بتاعته في تطور مفاجئ عرضوا على الاطراق طب احنا موافقين على الف 16 البلوك 72 اللي 40 طيارة وعلى فكرة التفاصيل اللي طالع من رويترز ان هما 40 طيارة الف 16 ومعاهم 80 احديث ل80 طيارة الف 16 عند الاطراق فديكت مفاجأة ان الامريكان هيتراجعوا وحيوافقوا للاطراق على الصفقة بتاعت الف 16 وقابل ان هما مدهمش فلوس بالمليار وربعمائة مليون دولارة وحيديولهم الصفقة بتاعت الف 16 اا 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 تعقيب الامريكان قال لك بص مهما كان الف 16 بلوك 72 ان شاء الله يكون بلوك 100 فى الاخر هتزل الف 16 احنا مدناش او مبيعناش الف 35 للاطراق ده حاجة تاني حاجة احنا مدناش الاطراق فلوس ما ينفعش امريكا اصلا تطلع فلوس لمن دول امريكان يعني الدنيا عندهم بايزة خالص واستطاعات الرأي مش في صالح جو بايدل فما ينفعش تطلع فلوس يطلع ايه يطلع اسلحة هم بيسموها برة خلي بالك الاسلحة برة عند الامريكان بيسموها تويز او لعب شايفين كده اه تفتكر ان هم شايفين ان هم بيبيعلك حاجة يعني هتغير موازين للحرب خالص هو بيسموها تويز فقال لك احنا هنديهم حبة تويز وخلاص بس لما تيجي ببص على المنهج هتلاقي ان امريكا قصر القانون كاتسا اللي هي كاتت حتطبقها على تركيا حبي علوم اسلحة خير القانون كاتسا القانون كاتسا ده يعني اللي عام المشكلة للدول كتير جدا مش عارفين يروحوا يشتروا اسلحة من روسيا اردوغان انتصر وكلا الامريكان يديله الاسلحة اللي هو عاوزها والطيارات اللي هو عاوزها هل الكلام ده له عواقب عواقب خطيرة جدا جدا انا عاوز اقولك ان لو انت شايف ان اردوغان جدع وراجل فتك يعني وبيروح يجيب السمكة من ديلها والكلام ده كله لازم تعرف ان الشعب التركي بيعاني لازم تعرف ان تركيا خرجت من برا الجي توينتي وده تصريح خارج من جريدة احوار التركيا قلت لك يا جماعة احنا كتركيا بياننا الاقتصاد 21 وحطت لك الجدول ده اللي مبينلك الاقتصاديات تاعت العالم كلها يعني اول اقتصاد امريكا تاني اقتصاد الصين تالت اقتصاد اليابان رابع اقتصاد المانيا وبعدها انجلترا وبعدها الهند وبعدها فرنسا ايطاليا كندا كوريا روسيا برازيل في الاخر الاخر لستة خالص ومعلملك بالله صفر كده تركيا بقت الاقتصاد الواحد وعشرين معنى كده ان اردوغان دي اخر كمة جي توينتي حيحضرها السنة دي كمة اللي هيحضرها دي ويقعد يتكلم مع الامريكان وكل الناس او اقوى وعشرين اقتصاد دي هتبقى اخر كمة ليه وبنى على الجدول ده مش من عندي وبنى على كلام الاتراك في اردوغان اقتصاده بيعاني ده حاجة تاني حاجة لازم تعرف اردوغان بيضمر اقتصاده بيضمر كل حاجة هو عملها ليه راح في منتصف الليلة على حسب راح اقال تلاتة من مسؤولين البنك المركزي كبار جدا كبار جدا اقالهم في بيان طلع مستصف الليلة شال تلاتة تلاتة دول يعتبروا عصب البنك المركزي حاجات مش سهلة يعني كان فيهم واحد متعين في مايو الماضي وقوي جدا والناس بتشهد له كفاءة شال يعني رجل ماكملش كم شهر شال ليه تقولك والله لان اردوغان عاوز يخفض اسعار الفايدة طيب بتوع البنك المركزي التركي شايفين القرار ده значит مش صح لان التدخم في تركيا وصل فوق التسعتاشر في المئة عارف التسعتاشر في المئة운 percent يعني ايه تدخم ده يعني اسعار السلعة اسعار السلعة فيها ارتفاع جنوني تسعتاشر في المئة انت عارف مصر التدخم فيها ده ايه تمانية في المئة وبنتنصور اللي عبي pewien بيسوق في تركيا تسعتاشر في المئة وفوق التسعتاشر كمان تسعتاشر تمانئة وخمسين في المئة ايه تبتخيل يعني 19.5 ده رقم خطير جدا كل ما انت تتنزل اسعار الفايدة في البنوك كل ما الرقم بتاع التضخم ده بيزيد لان الناس كلها بيبعاها فلوس فاسعار السلع بتزيد يقولك ابيع السلع ليه بجنيه ممكن تجيب لي اتنين جنيه فبيزودوا اسعار السلع فالتضخم بيزيد فبتقول البنك المركزي عاوزين يفرملوا الموضوع ده يقولك لأ اردوغان عاوز يقلل الفايدة لان هو شايف وان هو جيت نظر يعني ان انا كل ما اقلل اسعار الفايدة المشاريع حزيت في البنوك وده اعتقاد خاطئ تماما وتقولك اردوغان بقاله سنتين ونص بيلعب في البنك المركزي اخرها شال محافظة البنك المركزي ليه محافظة السابق ده اللي هو اسمه ناجي اقبال الرجل ده خد قرار جنوني رفع اسعار الفايدة عشان يقلل التضخم شوي معداش عليه كام يوم واقامة اوعى اوعى تلفع اسعار الفايدة تنزل اسعار الفايدة وجاب واحد مكانه بيسمع كلامه يعني على حطة ايدك كباش يمين يمين شمال شمال عاوز تنزل اسعار الفا الجانب بيجرب من تركيا وعاوز اقولك ان الليرا التركية وصلت تسعة ليرة وربعة لكل واحد دولار بعد بكانت كان تتوصلت تلاتة ليرة لكل دولار تلاتة وصلت دلوقتي لتسعة وربعة لكل دولار وهتنزل تاني خلي بالك البنك المركزي التركي في اخر السنة خلاص اللي هو كام شهر حينزل عسعار الفايدة تاني واسر الجنال الايه اللي بتبسم على كده وده الجراف او ده الرسم البياني بتاع الليرا التركية هشوف الهبوط ادأي فانت دلوقتي واحد بيضمر الاقتصاد وعمال يعمل صفقات اسلحة والكلام ده كله وعمال يبين قدام الميديا التركية والميديا الغربية ان هو راجل جدع وقصر قانون كاتسا بس مقابل ايه مقابل ايه خلي بالك انت لما تكون رئيس دولة الشعب في الابتك يعني انا هستفيد ايه رئيس عمال يلوي دراع الغرب حلم بس صب تاعد بيقع صب بيقع هل انا ضد اردوغان انا مش ضد اردوغان انا بشرح لك اللي طالع من الصحف الامريكية الراجل ده كل حاجة هو عملها في الاول جيدة بيمسحها زي ما دخل تركيا الجي توينتي زي ما هو بيخرجها على يده خرجت اخر مرة تركيا حتشوف الجي توينتي بعينها هو بنعنى على اللي طالع ده الراجل بيلعب في البنك المركزي اللي مش عاجبه يمشي اي حد يعترض جوه في البنك المركزي تاني يوم يصحى ميليش مكينه في المكتب يا باشا ما تروحش هناك انت تم اقلطك والسريت جونل بتحلل لك وتقول لك اقوى تفتكر ان اسعار الفايدة فقط هي اللي قدت لارتفاع دولار وصد الليلة خالص انت عندك كورونا انت عندك ان السياحة في تركيا بتاعت الدرب بفضل كورونا انت عندك التوترات السياسية اللي حصلت اخيرا اللي هي كل حدود تركيا فيها مشاكل كل حدود تركيا مفيش حدود مفيش مشاكل واخر حاجة طلعت ان اردوغان عاوز يشلن عملية عسكرية ضخمة ضد الاكراد ده برضو ساهم في هبوط الليلة اكتر خلق يعني انت بتلمح فقط خلاص طب انا هقول لك هيا انت عارف يوم اردوغان راح قابل بوتين ايه اللي حصل في الليلة وقت يعني انت راجل بتنتحر حتى يا باشا انت راجل برينز راح تاخدت اللي انت عاوزه من الامريكا مقابل ايه مقابل ايه عشان بس يرجع يقول لك خليفة المسلمين ده اللي احنا عاوزين نبقى زيه اه تركيا مش عارف ايه على فكرة تاني تركيا في اضعف حالتها هي الاقتصاد رقم 21 الاقتصاد المصري رقم 33 عشان بس ما تجيش تقول لك انا بقارن انا بقارنش انا بديك واقع داخل تركيا خلاص تاني حاجة السعودية اقتصادها اقوى من تركيا السعودية اقتصادها رقم 19 على العالم ده برضو اللي طالع من رسم البياني او اللي طالع من الجدول مشان اللي بقول يعني خلينا شوف اللي عاوز يحصل كم يوم الجايين دول انا بس عاوز اوضح لك الصورة الكاملة داخل تركيا عشان بس ما تفتكرش ايه خليفة العظيم البتاعة الموضوع جير كده خالر عالواقع الرجل ده بيضايع شعبه ويوميا الموضوع هيبقى اسوأ واسوأ المعارضة التركية بتزداد قوة كل يوم غذائها او قوة المعارضة التركية طالع من فشل اردوغان في كذا ملف وبيستغلوا الملفات دي في الاخر يا رب كنت شرحت لك الموضوع بشكل مبسط ورب انسوا لمصر نحيا مصر سلام يا محروصة بسيف شاطر وصف حارس عليك يا مين ومن فوق السماء السابع حميك يا رب العالمين من الضلي ومن الخيني ومن الخلق اللي بين أهلك